وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الجهود ومواصلة العمل المكتف على توفير الظروف الملائمة لجد بمزيد من الاستثمارات الأمجنبية وتمكين القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تنوى لمتابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة حيث عرض السيد محافظ البنك المركزي عدداً من الموضوعات ذات الصلة من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتباراً من الأول من يناير 2024 وتقضي بآفاء العملاء من كافة المصرفات والعملات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصرية وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد ومؤصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر